اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بفضل توجيهات رئيس الجمهورية عبر التعرف على المصادر المائية ومتابعتها فانجزت 450 عملية تنقيب في مختلف مناطق الوطن كما تم حفر مئة بئر ارتوازية وهي في عهدة شركات التنفيذ الآن على مستوى مدينة الواكشوت تستمر انجازات الرئيس من خلال مشروع يتضمن 1430 كم من شبكات المياه وصلت مراحل متقدمة حيث انتهت اغلب اشغالها سوى التوصيلات في الواكشوت ايضا استمر العمل خلال الاعوام الثلاثة التي مضت من حكم رئيس الجمهورية من خلال مشروع عفطوط الساحلي من اجل تحقيق اكتفاء من المياه الصالحة للشرب في افق العام 2023 تغطية 80% من المدينة بالتوصيلات المنزلية بحلول العام 2023 سيشهد العام 2022 كذلك يطلاق اشغال تزويد مدينة كيفا والقرى الواقعة على خطها بمياه الشرب انطلاقا من النهر توسعة محطة المعالجة في مشروع الظهر وربطها باكثر من 50 بلدة توسعة شبكة تزويد بعض احياء مقاطعة عرفات والرياض بمياه الشرب انجاز 90 شبكة تزويد بمياه الشرب استكمال اشغال بناء 25 حاجزا مائية البدء الفعلي للعمل في ثلاثة سدود من اجل حل بشاكل المياه بشكل جذري اعطى رئيس الجمهورية تعليماته بدراسة امكانية تزويد المدن الواقعة على الضفة بالمياه عن طريق نهر السنغال على ان تنقل المياه الى المدن التي يمكن نقلها اليها وبما انه لا يمكن الاعتماد على المياه الجوفية لعدم تجددها امر رئيس الجمهورية ايضا بدراسة امكانية استخدام المياه السطحية وبالعمل على انشاء السدود المائية سيما الكبرى منها التي توفر كميات كبيرة من المياه السطحية وهو ما يمكن ان يستغل لتزويد المدن الواقعة جنوبية ووسطة وشرقية البلاد بالمياه الصالحة للشرب خلال ما مضى من فترة حكم رئيس الجمهورية نادت الولايات الداخلية حلها من توفير المياه الصالحة للشرب فتم تدشير مشروع تزويد مدينة جيغاني وعينة الزبل بالماء انطلاقا من بحارة الظهر ومياه هذه البحارة هي مياه ذات جودة عالية ومكن هذا المشروع من توفير واضح حوالي 85 كم من انابب الحديد تتراوح اقطارها بين 150 و200 مم كخطوط للنقل بناء وتجهيز محطة ضخم بسعة 43 متر مكعبا للساعة توفير حوالي 53 كم من خطوط النقل الكهربائي متوسط الجهد وبناء وتجهيز ثلاثة خزانات في خطوة اخرى تم ايضا تدشير مشروع تزويد مدينة العيون عاصمة ولاية الحوض الغربي بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من بحارة الظهر ويتضمن هذا المشروع وضع حوالي 175 كم من انابب الحديد اقطارها 400 مم كخطوط للنقل بناء وتجهيز محطة ضخم بسعة 216 متر مكعبا للساعة وضع حوالي 100 كم من خطوط النقل الكهربائي متوسط الجهد وبناء وتجهيز خمسة خزانات بسعة مختلفة خلال شهر يونيو الماضي تم تدشير مشروع تقوية مياه مدينة عطار انطلاقا من حقل تيرتصدر مشروع الذي انطلقت الاشغال فيه يونيو 2021 بتعليمات من رئيس الجمهورية يتكون من خمس اهبار جديدة وخزان بسعة 100 متر مكعب في تيرتصدر توسعة محطة ضخي من 100 متر مكعب الى 200 متر مكعب للساعة انشاء محطة ضخي جديدة بطاقة 250 متر مكعب للساعة ما كان التوجه المتزايد على استخدام الطاقة النظيفة ليفوت رئيس الجمهورية فامر بالعمل على تزويد مشاريع المياه بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية لاضافة الى وضع خطة لتنويع مصادر المياه من خلال تحرية مياه البحر وتصفية مياه النهر كما امر رئيس الجمهورية باتباع لا مركزية في خدمات المياه وهما اعطى نتائج جيدة في الوسط الريفي مكنت من تطوير نقل وتخزين المياه الشوفية كما اعتمدت البلاد في ظل حكم رئيس الجمهورية السياسة الاقطاب الجاوية التي تم استحداثها على مستوى البكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي وتبنت البلاد في عهده اصلاحات هيكلية على مستوى الشركة الوطنية للماء واقتلت البلاد لاول مرة حفارة جديدة يصل عمقها 900 متر وضعت خريطة للمياه اطلقت الاشغال في برنامج الاحواض والسدود المائية الكبرى تعمل على تحرية مياه البحر في نواكشوت ونوذيبو هذه نماذج من ما قيم به من اجل توفير المياه في المدن والقرى الريفية خلال ثلاث سنوات من حكم الرئيس محمد الشيخ العزواني وهي نماذج توحي بان الرئيس جاد في تمكين كل تجمعات السكنية مهما كانت بعيدة من خدمة توفير المياه وما لم يتم منها لحد الساعة ثم تمساء حثيثة وجادة لاكماله في المستقبل والمستقبل القريب جدا نهاية المسائية الى العنوين